ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بما يتضمن تكثيف الزيارات الرقبية وتعزيز الأطر القانونية والمتابعة مع الجهات ذات الصلة ومنذ الإعلان عن إطلاق البرامج الجديدة حرص التمكين على تطوير معايير رقبية جديدة تتناسب مع هذه البرامج حيث تم إطلاق خطة رقبية جديدة تهدف إلى مضاعفة جهود التفتيش على المؤسسات والأفراد والتواصل مع المستفيدين بشكل دوري علاوة على ذلك زيادة التنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية للبت في حالات المخالفات والشبهات وتخصيص خط ساخن للمتضررين للإبلاغ عن أي شبهات وفي مجال الرقابة الاحترازية على برامج دعم الأجور فقد تم استحداث آلية جديدة تجمع بين نموذج متقدم في علم البيانات والمتابعة الشخصية من قبل فريق العمل من خلال الزيارات المدانية إلى جانب تقضية النظام الأهلي بعدد من المؤشرات التحذيرية للتعرف على الحالات التي يشتبه في وجود المخالفة فيها كالتباين في أعداد الموظفين وحجم المؤسسة أو القطاع إلى جانب تكثيف الزيارات التفتيشية للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم الأجور للكشف عن حالات التوظيف غير القانوني أو التلاعب في الأجور هذا وجددت الهيئة دعوتها للجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم للإبلاق عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك